موسيقى المهاجر صلى الله وعسول الله وعليه الصلاة والسلام أول حاجة بيقول لنا الأسباب التي دفعت أبناء الشام إلى الهجرة اللي هم شعراء الشام الذين هجروا بيقول في منتصف القرن التاسع عشر وفي لبنان اضطر بعض أبناء الشام من العرب المسيحيين إلى الهجرة عن وطنهم بسبب الإضطهاد السياسي الصراع المذهبي الديني الفقر والتطلع إلى الحرية والكسب وكان فيه شعراء مسيحيين الشعراء دول كانوا في لبنان الشعراء دول ما لهم هجروا من لبنان وراحوا أمريكا بسبب إيه بسبب الاضطهاد السياسي في لبنان الصراع المذهبي الديني الصراعات المذهبية ما بين الأديان المختلفة الفقر والتطلع إلى الحرية إيه والكسب يعني عايزين حياة أفضل عايزين حرية وعايزين حياة أفضل اتجه هؤلاء المهاجرون إلى أمريكا الشمالية أولا ثم أمريكا إيه ثم أمريكا الجنوبية بعد كده بيقول لنا أثرت هذه البيئة الجديدة في حياة الشباب المهاجرين البيئة الجديدة اللي رحى الشعراء دول أثرت فيهم طب هي ليه أثرت فيهم؟ لاختلاف الإطار الاجتماعي والثقافي والحضارة عن وطنهم لبنان عشان الحياة الاجتماعية والثقافية والحضارية مختلفة أكيد طبعا أمريكا مختلفة عن لبنان في كل حاجة في الحياة الاجتماعية وفي الثقافة وفي الحضارة نفسها بعد أن سلخوا من وطنهم ولم يزوبوا في بلدهم الجديد فأصبحوا كالمعلقين في الهواء يعني الكلام ده يعني هما سابوا لبنان لكنهم لم ينغمسوا تماما في بلدهم الجديد يعني هما سابوا لبنان لكن هما من غمسوش تماما في بلدهم الجديدة في أمريكا فأصبحوا كالمعلقين في الهواء يعني هما تأثروا بالبيئة الجديدة دي لكن هما كأنهم معلقين في الهواء لا هما في لبنان ولا هما في أمريكا لكن في نفس الوقت مش عارفين يندمجوا في المجتمع الأمريكي مش عارفين يندمجوا في المجتمع الجديد يبقى هما أصبحوا كالمعلقين في الهواء يعني الكلام ذا يعني كانوا في النص لهم في لبنان ولهم في أمريكا طيب الشعراء دول قلنا سفروا عشان يحققوا أحلامهم هناك هل هم حققوا أحلامهم ولا لا في الكتاب يقول لنا لم تحقق لهم الحياة في مهاجرهم المسل العليا والطموحات التي كانوا يرنون إليها التي كانوا يطمحون إليها وعاشوا وماتوا فقراء إلا النادر منهم لظروف خاصة يعني معظمهم ماتوا فقراء هم كانوا راحين عشان الحرية والكسب عشان حياة أفضل عشان يعيشوا حياة أفضل لكن معظمهم ماتوا فقراء إلا إلا النادر منهم في ناس قليلين منهم كانوا أغنية لظروف خاصة لكن معظمهم ماتوا إيه ماتوا فقراء عاشوا وماتوا فقراء بعد أن كانوا يأملون في وضع اجتماعي كريم يساوي بين الإنسان أمام فرص الحياة هم كانوا عايزين حرية كانوا عايزين حرية كانوا عايزين حياة أفضل كانوا عايزين يعيشوا حياة أفضل لكن للأسف مش كلهم لقوا الحياة دي لكن أجمل ما شعروا به واكتسبوه في الوطن الجديد هو الشعور بالحرية يعني الكلام ده أحسن حاجة حسوا بيه هناك وأجمل شعور حسوا بيه هو إيه هو إحساسهم بالحرية في لبنان كانوا حسين بالاضطهاد كانوا حسين بالظلم إنما في أمريكا حسوا يحسوا بالحرية مع أنهم ما خدوش فلوس لكن أهم حاجة عندهم أن هم حصلوا على الحرية بعد كده بيقولنا إلى ما اتجه شعراء المهاجر بشعرهم اتجهوا إلى التعبير عن حياتهم الجديدة اتجهوا إلى التعبير عن حياتهم الجديدة قعدوا يصوروا الحياة الجديدة اللي عايشينها في المجتمع الجديد أمريكا واتجهوا إلى التحرر من القيود الشعرية التقليدية على درجات متفاوتة فيما بينهم بسبب فرحتهم بإحساسهم بالحرية وعدم اهتمامهم بالتراث العربي القديم يعني الكلام ده صلى الله عليه الصلاة والسلام الشعراء دول تحرروا من القيود الشعرية التقليدية احنا عارفين على طول المدارس الرومانتكية بيتحرروا من أسر الأنماط الشعرية المكررة لكن المدارسة دي أكتر مدارسة تحررت المدارسة دي تحررت من القيود الشعرية التقليدية على درجات متفاوتة فيما بينهم في ناس منهم حافظت شوية وفي ناس إيه جددت خالص وسبب ذلك فرحتهم بإحساسهم بالحرية هم أحسوا بالحرية فتحرروا من كل حاجة حتى قيود الشعر يعني حتى النظام اللي كان في الشعر تحرروا منه وعدم اهتمامهم بالتراث العربية القديم مش مهتمين خالص بالتراث العربي القديم هم مهتمين بالشعر الجديد في الوطن الجديد الشعراء دولة مراحوا أمريكا عملوا جماعتين أدبيتين صنعوا جماعتين أدبيتين يعني الكلام ده عندنا الجماعة القلمية أو الرابطة القلمية وعندنا أي وعندنا العصبة الأندلوسية يبقى عندنا الرابطة القلمية والعصبة الأندلوسية الرابطة القلمية نشأت في أمريكا الشمالية في نيويورك سنة 1920 وعشرين. انما العصبة الاندلوسية في امريكا الجنوبية في البرازيل الف تسعمائة تلاتة وتلاتين. يبقى اول حاجة نشأت هي هي الرابطة القلمية. واحنا قلنا ان الشعراء دول هاجروا الامريكا الشمالية الاول وبعدها امريكا الجنوبية. الرابطة القلمية فيها شعراء مشهورين جدا وكلنا عارفينهم. جبران خليل جبران ده رائد الرابطة. عندنا ميخايل نعيمة ده فيلسوف الرابطة. عندنا ايليا ابو ماضي امير شعراء الرابطة. يبقى دول من اشهر يا من اشهر شعراء الرابطة القلمية. جبران خليل جبران هو رائد الرابطة. وميخايل نعيمة فيلسوف الرابطة. وإليا ابو ماضي امير شعراء الرابطة. ركز على الاسماء دي كويس. العصبة الاندلوسية كان فيها شكر الله الجر. كان فيها حليم خوري. كان فيها فوز المعلوف. كان فيها فوز المعلوف. شفيق المعلوف. رياض المعلوف. كان فيها نعمة قزان. كان فيها يبا العصبة الأندرسية كان فيها برضو شعراء لكن الشعراء المشهورين موجودين فيهن؟ موجودين في الرابطة القلمية موجودين في الرابطة القلمية الرابطة القلمية مالها بقى تميل الى التجديد والثورة على الشعر التقليدي وبذلك كان شعراءها حملة مشعر التجديد يعني الكلام ده الرابطة القلمية كانت اكتر في التجديد كانت اقوى في التجديد كانت بتثور على الشعر الشعر التقليدي كانت هي اللي بتجدد في الشعر انما العصبة الأندرسية كانت محافظة وتعقد الصرة بين القديم والجديد من الشعر في أول أمرها يعني في الأول كانوا بيوصلوا بين القديم والجديد يعني في أول شعرهم كانوا بيمزجوا بين القديم والجديد يبقى العصب الأندرسية كانت تميل إلى المحافظة بيحظوا على الشعر القديم وفي أول أمرهم كانوا يصلون بين القديم والجديد من الشعر طب هي خصائص أو سمات أدب المهاجر هي خصائص مدرسة المهاجر أول حاجة عندنا في مدرسة المهاجر هي التجديد في الموضوع أول حاجة بيقول لنا تحقق في شعر مدرسة المهاجر كثير من السمات الرومانتيكية كثير من السمات الرومانتيكية وجعلهم ذلك يؤثرون في مدرسة أبولو بما نشر من شعرهم بمصر في مجلاتها الأدبية وصحفها اليومية والأسبوعية يعني الشعر تعمل مدرسة المهاجر كان فيه كثير من سمات إيه من سمات المدرسة الرومانتيكية والشعر ده أثر إيه أثر على مدرسة أبولو جعلهم ذلك يؤثرون في مدرسة أبولو بما نشر من شعرهم بمصر في مجلاتها الأدبية والصحفيها اليومية والأسبوعية الشعر بتاع بناس المهاجر أثر كتير في شعر مدرسة أبولو وخلي بالك احنا اخذنا من خصائص مدرسة أبولو ان هم تأثروا مين؟ تأثروا جبران خليل جبران يقى مدرسة أبولو تأثرت بمدرسة المهاجر بعد كده عندنا نقطة مهمة قوي الكتاب بيقول لنا أقبل قراء الشعر في الوطن العربي على أدب المهاجر القراء بتاع الشعر العربي في الوطن العربي كانوا بيحبوا جدا أدب المهاجر وكانوا بيميلوا لأدب المهاجر فأقبلوا على أدب المهاجر ليه الكلام ده؟ لأنهم وجدوهم معبرا عما يدوروا في قلوبهم وأحاسيسهم ويودون التعبير عنه الشعراء دول قاعدين برا عندهم حرية يقدروا يتكلموا عن الظلم يقدروا يتكلموا عن الطغيان يقدروا يتكلموا عن الحرية بكل حرية والناس في الوطن العربي نفسهم يسمعوا الكلام ده نفسهم يسمعوا عن الحرية عشان كده كانوا بيحبوا شعر ايه؟ شعر مدرسة المهاجر بعد كده الكتاب بيقول لنا فيما اتفق شعراء المهاجر مع الديوان وفيما اختلفوا عنه اتفقوا مع مدرسة الديوان في دعواتهم للتسديد المدرستين كانوا عايزين يجددوا مدرسة الديوان عايزة تجدد ومدرسة المهاجر عايزة تجدد اختلفوا عنهم في ايه بقى؟ مدرسة الديوان كانوا بيميلوا لايه؟ بيميلوا للزهنية بيميلوا العقلانية إنما مدست المهاجر بيميلوا للعاطفة اختلفوا عنهم في أنهم لم يجعلوا شعرهم غارقا في الزهنية بل جعلوا محلقا مع العاطفة كانوا يحبوا العاطفة بالزيادة وكانوا أكثر تحررا وانطلاقا في معانيه وأخيلته وأوزانه كان عندهم حرية أكثر في الشعر يبقى الفرقا بين المدستين إنما مدست المهاجر بيميلوا للعاطفة الكتاب بعد كده بيقول لنا آمن شعراء المهاجر بأن الشعر معبر عن موقف الإنساني في الحياة أمنوا بأن الشعر معبر عن موقف الإنسان في الحياة يعني الشعر دايماً بيعبر عن حالة الإنسان في الحياة عن موقفه في الحياة اللي هو عايشها الشعر أصلاً بيعكس إيه؟ بيعكس موقف الإنسان في الحياة بيعكس الأحاسيس اللي بيحسها الإنسان في الحياة وأنه يقوم بدور إنساني بيعمل إيه الشعر بقى؟ تهزيب النفس وإعلاء الحق ونشر الخير والجمال والسمو إلى المصري العليا يعني الشعر دايما بيعمل إيه؟ يجعلنا نطبح للحاجة الحلوة يجعلنا نبص على الأخلاق نبص على الحاجات الكويسة نبص على الحاجات الوحشة يعني الشاعر في البلد يسمى بالإنسان ويعلي القيم بتاعته بعد ذلك يقول ما لشعراء المهاجر إلى استبطان النفس الإنسانية يعني هذا الشعر يتأملوا في نفسهم ويتأملوا في نفسهم ويتطلعوا لجواهم والمقصود بذلك تأمل الشاعر نفسه تأمل الشاعر نفسه بيستخرج مكنون ذاته بيستخرج العاطفة اللي جواه يستطن نفسه الإنسانية بيطلع اللي في باطن النفس الإنسانية يقول إليه أبو ماضي في الجداول بيقول إيه بيقول أنا لا أذكر شيئا عن حياتي الماضية أنا لا أعرف شيئا عن حياتي الآتية ليه ذات غير أني لست أدري ما هي فمتى تعرف ذاتي كنها ذاتي لست أدري لو لاحظت في الأبيات إن الشاعر بيتأمل في نفسه بيتأمل في الحياة اللي هو فيها بيشارك معانا الوجدان بتاعه بيستخرج مكنون العاطفة لجواه بيستخرج مكنون العاطفة يبقى الشعراء دول مالوا إلى استبطان النفس الإنسانية بيطلعوا إليه في باطن النفس الإنسانية اللي في جوه نفسهم اللي جوه نفسهم من السمات برضو في نفس المهاجر بيقول حفل أشاعر المهاجر بالتأمل في حقائق الكون والحياة يعني كان عندهم تأمل في حقائق الكون وحقائق الحياة هل هذا النتيجة التأمل؟ بيقول قللاء تلك هذلك لخيالهم بل تجسد لهم الأمور الغيبية ويجعلها حاتا تشاركهم حياتهم بما في ذلك التأمل الموت يعني إيه هذا؟ يعني هم نعملهم شيء أشيء للتأمل في حقائق الكون والحياة أشياءza مثل موت و حيات yang�� وكال الروح والそして نعملках على حقائق الكون والحياة ويجعل هذا التأمل يجسد coalitionดみたい ويج late that the phrase is written or an default ويحاجات مثلekt VI howee's written or serial انهم حاجة شايفينها بعينيهم يقول ميخايل نعايمة في ديوانه همس الجفون بيقول... وعندما الموت يدنه لما الموت اقرب واللحظه يحت Louvre لما اللحد يفتح بقه أغمت جفونك تبصر في اللحظي مهدا اللحياه أغمت جفوونك غمض عنيك ساعتها هتشوف ماهي؟ هترى اللظه ده مهدا الحياه بداية الحياه الجديدة وعندما الموت يدنه وانلحظه يحتى اللحظه يحتده أغمت جفوا مهدا لحياه بيجسدوا الأمور الغيبية، الحاجات الغيبية بيجسدوها في الشعرNE بتاعهم كأنها حاجة ملموسة عندنا بعد كنه نقطة مهمة بيقول زهور النزع الروحية في أدب المهاجر الشعورastre كان وهби نزع روحية، يعني هي نزع روحية كان عندهم إيمان، كأنك قرائبين من ربينا سبحانه وتعالى، كان عندهم روحانيات ده بسبب إيه؟ بسبب استغراقهم في التأمل ركز بسبب استغراقهم في التأمل وبخاصة حين وازنوا بين موقف الإنساني من القيم الروحية العاطفية في المجتمعات الشرقية والقيم المادية في المجتمعات الغربية يعني إيه الكلام ده؟ هم كانوا عطول بيتأملوا وخصوصا لما تأملوا بين موقف الإنسان من القيم الروحية في الشرق والقيم المادية في الغرب طبيعي جدا أننا عندنا في الشرق فيه إيمان عندنا إيه؟ عندنا قيم روحية عندنا قيم عاطفية إنما في الغرب في أمريكا بيغلبوا القيم المادية عندهم المادية بتطغى هتلاقي معظم الناس مش بتؤمن بإله أصلا إنما في الشرق عندنا في عاطفة عندنا في روحانيات يبه هما لما قرنوا بين موقف الإنسان هنا وموقف الإنسان هنا ده أدى لزيادة الإيمان عندهم مما جعلهم ذلك يلجأون إلى الله بالشكوى بدأوا يرفعوا قدهم من ربنا ويشتكوا ويدعون الناس إلى المحبة والتساند الاجتماعي يعني كلنا واحد يعني بيقول للناس نحن كلنا واحد لازم نكون عندنا قيم روحية وعاطفية ويؤمنون بنماء جوها للإنسان وبالأخوة الإنسانية والإيثار والعطاء يبقى الشعراء دول لما قعدوا يتأملوا كتير بالموقف الإنسان هنا وموقف الإنسان هنا في الشرق وفي الغرب المقارنة دي زودت الإيمان إيه زودت الإيمان عندهم بدأوا يلجأون إلى الله بالشكوى ويدعون إلى المحبة والتساند الاجتماعي عايزين الناس كلها تبقى مع بعض يقول نسيب ينادي أخاه الإنسانية يقول الشعر نسيب هو ينادي أخاه في الإنسانية بينادي أخوه في الإنسانية بيقول إيه بيقول وإذا شئت أن تسير وحيدا وإذا ما اعتردتك مني ملالة لو أنت عايز تمشي لوحدك وازهقت إيه وازهقت مني فامضي لكن ستسمع صوتي صارخا يا أخي يؤدي الرسالة يعني أنت هتمشي لكن هتسمعني وأنا بنادي عليك بقولك يا أخي يا أخي يؤدي الرسالة وسيأتيك أين كنت صدى حبي أي حتة هتروحها لازم تسمع صدى الحب بتاعي لازم يوصلك الحب بتاعي فتدري جماله وجلاله يبقى لاحظ الشعرات دول بيدعو إلى المحبة بيدعو المحبة حتى لو الشخص التاني مش عايزهم لكن هم لسه بيحبوه الشعرات دول بيدعو إيه بيدعو للمحبة عندنا سمة تانية مهمة جدا عندهم ارتباط بالطبيعة خليب لك ارتبطوا بالطبيعة الشعرات دول ارتبطوا بالطبيعة زي كل المدارس الجومانتكية اتجهوا إلى الطبيعة وامتزجوا بها وجسدوها وجعلوها حية متحركة في صورهم جعلوها حية متحركة في صورهم كانوا بيتخيلوها في الشعر بتاعهم كأنها كائنات حية متحركة الشعر شكر الله الجر يقول يبقى هو صور الفجر بالطفل اللي ماشي يبقى هو صور الفجر بالطفل اللي ماشي بيصور الليل بالشخص العجوز الكسيح يبقى لاحظ معين هم بيصوروا الطبيعة عندهم كأنها حية متحركة في شعرهم بعد كده كاتب يقول لنا شعر قدباء المهاجر بحنين جارف إلى وطنهم العربية شعر قدباء المهاجر بحنين جارف إلى وطنهم العربية كانوا طبعا بيشتاءوا للوطن بتاعهم مهما الإنسان باعد عن وطنه لازم ايه لازم بيشتاء للوطن بتاعه فأذابوا هذا الحنين شعرا رقيقا يفيدوا بالشوق والحب والحنين يعني هم حولوا الحنين اللي جواهم ده لشعر أول ما يحسوا بالحنين للوطن بتاعهم يكتبوا إيه يكتبوا شعر الشعر ده في شوق وحب وحنين وكلما قصت الحياة عليهم وكثيرا ما قصت زادوا من نغمات الحنين إلى بلادهم كلما يحسوا بالألم في الغربة بتاعتهم لازم بيزودوا الحنين ونغمة الحنين في الشعر بتاعهم يقول الشعر نعمة قازان غريب أراني على ضفة كأن يغيري على ضفتي كأن شخص غريب قاعد في بلد غريبة غريب في بلاد غريبة فحتى السواقي إذا نغمت كأن السواقي بلا نغمتي يعني الحياة هنا ما لهاش طعم فلا لا أحب سوى قريتي ولا لا أريد سوى أمتي هو مش عايز حاجة غير إيه غير وطنه لكن للأسف الظروف هي اللي خلته يلجأ أنه يهاجر كل اللي فات اللي احنا قلناه ده كان التجديد في الموضوع التجديد في موضوعات إيه في موضوع الشعر تجديد في موضوع الشعر دلوقتي هناخد التجديد في فن الشعر التجديد في شكل إيه في شكل الشعر عندنا بقول لنا غالق أدباء المهاجر في الشمال في تجديدهم وابتعدوا في شعرهم عن أصول اللغة العربية شعراء الشمال بالذات ابتعدوا في الشعر بتاعهم عن أصول اللغة العربية قعدوا جددوا في الشعر بطريقة كبيرة بطريقة جديدة وده كان سبب وحاجتين أول سبب بعدهم عن الثقافة العربية الأصيلة بعدهم عن إيه؟ عن الثقافة العربية الأصيلة تاني حاجة إيه اندفعهم نحو التجديد مما جعلهم يتساهلون في اللغة يعني الشعراء دول عندهم حماس عايزين يجددوا زهقوا من وطن العربي خلاص عايزين يجددوا وده أدى للتساهل في اللغة قاعدوا يتساهلوا في اللغة ممكن ينصب فاعل مع إنه يبقى مرفوع يعني ممكن ينصب فاعل أو يجر مفعول به يعني الشعراء دول عشان ابتعدوا عن الثقافة العربية وعشان عايزين يجددوا ده كله أثر على اللغة بتاعتهم اللي عربي بتاعهم بقى عربي إيه عربي مكسر بعد كده كتاب يقول لنا كان حظ أدباء الشمال أكثر من أدباء الجنوب في الاهتمام بالنصر يعني شعراء الشمال كان عندهم اهتمام بالنصر أكثر من شعراء الجنوب بقول إذا أوشى كأدب الجنوبيين أن يقتصر على الشعر يعني معظم الأدب بتاع الناس اللي في أمريكا الجنوبية كان يعتبر شعر وكتب جبران خليل جبران النصرية ذات الطابع الرومانتيكي زي عرائس المروج الأجنحة المتكسرة دمعة وابتسامة الأرواح المتمردة والعواصف كما كتب ميخايل نعيمة كتابه النقدي الغربال نسرا يبقى شعراء الشمال كانوا مهتمين أكثر بإيه يبقى شعراء الشمال كانوا مهتمين بالنصر أكثر من شعراء الجنوب عندنا برضو من التجديد أن شعراء المهاجر استخدموا الرمز استخدموا الرموز في القصيدة بتاعتهم يعني رموز يعني مثلا بدأ بيتكلم عن حاجة معينة لا يحط رمز لها في القصيدة الكلمة دي بترمز لحاجة معينة يعني دلوقتي هناخد مثال الشعر إليه أبو ماضي كان عايز يصور البخل بتاع الناس عايز يصور البخل إيه البخل بتاع الناس فهو ما ذكرش البخل صراحة في القصيدة لا اتكلم عن تينا كلم عن تينا اللي هو التين اللي حنناكله كلم عن تينا وسماها إيه التينا الحمقاء التينا الغبية التينا دي ما لها بقى التينا دي بتبخل عن الناس بالظل بتاعها وبالثمر بتاعها بتبخل على الناس فهو في القصيدة بدل ما يتكلم عن البخل عطول لا يجيب لك رمز ويتكلم فيه عن البخل يبقى هو بدلا ميتكلم عن البخل على طول يجيب حاجة بترمز إلى البخل إلي أبو ماضي بيقول عاد الربيع إلى الدنيا بموكبه عاد الربيع إلى الدنيا بموكبه فزينت واكتسد بالسندس الشجر يعني الشجر خلاص اكتسى بالسندس والربيع عاد إيه عاد للحديقة بتاعتنا وظلت التينة الحمقاء عارية كأنها وتدم في الأرض أو حجر والتينة دي عارية التينة دي لا فيها ظل ولا فيها ثمر كأنها وتد في الأرض أو حجر كأنها حاجة ملهاش لازمة ولم يطق صاحب البستان رؤيتها فاشدثها فهوت في النار تستعر يعني صاحب البستان صاحب الحديقة زهق منها عشان هي لا تدين ظل ولا تدين ثمرات فعملي فخدها ورماها في النار حرقها في الآخر الشعب يقول من ليس يسخو بما تسخو الحياة به فإنه أحمق بالحرص ينتحر يعني البخيل ده عبارة يبقى عن شخص أحمق بالحرص ينتحر ينتحر بالحرص والبخل بتاعه يبقى هو في القصيدة تكلم عن البخل لكن ما تكلمش صراحة عن البخل تكلم عن طريق رمز يبقى الشعراء دول بيستخدموا الرموز بيستخدموا الرموز في القصيدة بتاعتهم عندنا بعد كده موقف شعراء المهاجر من الوحدة الفنية طبعا كل شعراء الرومانتيكية كان عندهم واحدة عضوية تمسكوا بالوحدة الفنية حيث اهتم الشعر المهاجر بالوحدة الفنية في القصيدة الواحدة بل الوحدة الشعورية في الديوان الواحد يعني في الغالب تلاقي الديوان واحد كله عاطفة واحدة كله عاطفة شعورية واحدة الذي يضم قصائد ذات طابع موحد كما يحمل اسما زي صلة بمضمونه يعني اسم الديوان ليه علاقة بالمضمون بتاعه يعني اسم الديوان ليه علاقة بالقصائد اللي جوه الديوان مثل همس الجفون لمخايل نعيمة الخمائل والجداو الإلية أبو ماضي العبرات الملتهبة لإلياس قنصل وبذلك حرصوا على وجود ذلك الترابط الفني بين فكرها وموسيقاها وعاطفتها يعني كان عندهم وحدة فنية في الديوان كله في الديوان كله مش القصائد واحدة لكن في الديوان كله بعد كده الكتاب يقول أنه اهتم مشعراء المهاجر بالصور الشعرية اهتموا بالصور الشعرية يعني الصور الشعرية الاستعارة والتشبيه والكناية والمجاز حيث ستتعاون الصور الجزئية من تشبيه والكناية ومجاز بورسل في تكوين صورة كلية حتى نرى الشاعر يرسم بحروفه وكلماته صورا تضاهي أو تفوق ما يرسمه الرسام بريشته ويشكله المثال بأصابعه ويعزفه الموسيقي بأنغامه يعني الشعراء ده بيكتبوا صور جزئية والصور الجزئية دي كلها بتتجمع عشان تعمل صورة كلية والصورة كلية احنا حللناها كتير في تدريبات النصوص المتحررة اللي هو لما كاتب يرسم صورة كلية للقصيدة يرسم صورة كلية للقصيدة لو يرسم الشعر بقلمه لبريشته صورة كلية وبنقول فيها الصوت واللون والحركة لو حد عايز يفهم أكتر الصورة كلية يتفرج على حلقات النصوص المتحررة شرحنا فيها الصورة الكلية بعد كده شكل القصيد عندهم كان عامل ازاي؟ شكل القصيد عندهم كان عامل ازاي؟ بيقول تنوع شعرهم بين النثر الشعري نثر شعري يعني الكلام نثر لكن تحس ان هو شعر والشعر زي الوزن والقافية الموحدين والأناشيد والأغاني الشعبية والقافية المزدوجة والمقطوعات المتنوعة يعني الشعرهم كان بيضم كل حاجة هنا هتلاقي عندهم شعر فيه وحدة وزنه قافية وهتلاقي عندهم شعر فيه قافية مزدوجة يعني كل ابتين بقافية كل ابتين بقافية وهتلاقي فيه شعر فيه مقطوعات متنوعة كل مقطوعة فيها قافية وهتلاقي عندهم أناشيد عندهم أغاني شعبية عندهم نثر شعري يبهما نوعوا ايه نوعوا في الشعر بتاعهم طيب اللغة اللي كانت بيستخدموها كانت ايه؟ لغة الحية والكلمة المعبرة وسلاسة الأسلوب كان عندهم لغة عربية فصحى لكن اللغة دي حية لغة لو سمعتها هتفهمها مثال وذلك مطلع قصيرة البلاد المحجوبة الجبران خليل جبران بيقول ايه جبران خليل جبران بيقول هو زل فجر فقومي ننصرف الفجر جاء هو فقومي ننصرف يلا بينا نمشي عن ديار ملنى فيها صديق هنمشي من البلد اللي ملناش فيها صديق ما عسى يرجو نبات يختلف زهروه عن كل ورد وشقيق انت لما تقرأ الابيات هتفهم ايه هتفهم الكلمات اللي فيها هتلاقي ما فيش كلمات صعبة يبهم مالوا في الشارع بتاعهم الى اللغة الحية الكلمة المعبرة سلاسة الأسلوب اخر حاجة عندنا في المدرسة اتخذ ادباء المهاجر القصة وسيلة للتعبير اتخذ ادباء المهاجر القصة وسيلة للتعبير الكتاب بتوع المهاجر كانوا بيكتبوا قصة وكانوا بيعبروا في القصة دي عن الحاجة اللي عايزين يقولوها الكتاب يقول لنا ليجعلوا من القصة وسيلة للتحليل النفسي للعواطف والمشاعر وتجسيد الدلالات والمواقف والمعاني وتقابل الاراء والافكار وتصارعها يعني هم عايزين يجسدوا العاطفة اللي عندهم عايزين يجسدوا المشاعر اللي عندهم فبيكتبوا ايه فبيكتبوا القصص لو عجبك المقطع لا تنسى الاشتراك في القناة وتعمل لايك وتنشر المقطع بين صحابك عشان نقدر نكمل المحتوى الهادف مجانا لكل الطلبة سبحانك اللهم بحندك نشهدوا أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته